السؤال بعد كده من أمولة حسين أمولة حسين محمد بتقول السلام عليكم لو سمحت كنت عايزة أسأل ابني عنده شهر ماشي الحمد لله على سلامتكنتو الاتنين ومن ساعة ما تولد وهو بيحزق لما ييجي يعمل حمام والبراز بتاعه متماسك جدا أنا أم الأول مرة ومش عارفة أعمل إيه وكشفنا عليه الدكترة كتب وعلاج بس مش بيعمل نتيجة وحاجة كمان بيكون نايم وبيتخض ويعاية وهو نايم إيه الحل طيب نبدأ بالأول موضوع هو موضوع الحزق طيب يعني الحزق السؤال ده اللي بيحصل ده طبيعي ولا مش طبيعي 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 آه طبيعي يعني الطفل ده مش عيان الطفل ده مش عيان الحزق ظاهرة طبيعية تميز كل الأطفال في خلال أول ثلاث شهور من العمر وأحيانا يمتد الأمر كمان إلى حتى ما بعد نهاية الشهر الرابع تمام وده سببه ببساطة اختلاف طريقة التغذية الطفل ده لما كان جنين هو دلوقتي عمره شهر لما كان جنين تزعى شهور كان بيأكل طريقة تانية خالص اختلاف طريقة التغذية واختلاف طبيعة الغذاء هم اللي بيؤدوا لهذا الأمر كمان يعني الحياة بس أنا مستوقفني نقطة أنا آسف مستوقفني نقطة هي أنت بتقولي كشفنا عند ده كترة وكتبوا أدوية أنا مش عارف إيه الأدوية يعني إيه الأدوية ما فيش أدوية للحزق هي الأدوية بتكون خاصة بالتقلصات والمغس وكده وبتقولي أنها بتجيبش نتيجة وده وارق وده طبيعي هي قال لأنها أدوية خاصة بالمغس أو بالتقلصات مش خاصة بالحزق الحزق ده طبيعي جدا ده كمان الأطفال يعني بتحزق من غير عملية الإخراج يعني أنا كمان أنت في وضع كويس أن أنت بتقولي هو بيحزق لما يجي يعمل براز لا ده الأطفال بتحزق كده على طول بتحزق يعني بشكل كده مجاني يعني من غير ما تعمل إخراج ولا حاجة بتبقى بتحزق وده ظاهرة طبيعية تماما وبطمن حضراتكم أنه هو بينتهي وبيختفي مع نهاية الشهر التالت أهم حاجة بس أن يكون بيقل بس أهم حاجة برضو أن إحنا ما نكونش بنعمل أخطاء تخلي الطفل ده عنده مغس أو عنده تقلصات فتخلي الحزق ده بقى بسبب التقلصات والمغس إيه هي الأخطاء؟ طيب أول حاجة رضاعة الهوى يعني إيه رضاعة الهوى؟ يعني الطفل لو بيرضع صناعي نكون بنرضعه بطريقة غلط يعني أن إحنا حطين الببرونا في أحد جوانب الفم ونفس الحكاية في اللبن الطبيعي على فكرة الرضاعة الطبيعية لازم الطفل وهو بيرضع يكون بقه لازق في منتصف الثادي مش في أحد جوانب الثادي يعني ما يكونش الطفل حطت وشه كده على جنب من الجوانب وده غلط لأنه في كل مرة هو بيحاول يرضع فيها بيرضع معاها هوا فده بيسبب التقلص والمغس يبقى قلنا أن الرضاعة الهوى دي بتحصل في الرضاعة الطبيعية اللي هي من الثادي أو من الرضاعة الصناعية يبقى دي أول حاجة غلط إحنا نكون بنعملها وفي نفس الوقت بتؤدي أهو إلى تقلصات والمغس إيه تاني ممكن نكون بنعمله؟ أن يكون في حالات الرضاعة الصناعية أن يكون اللبن الصناعي غير ملائم للطفل يعني إيه؟ يعني لازم طالما أنا لاحظت كده أبقى على تواصل مع الطبيب وأقول له يا دكتر طبعا الطبيب مفروض أنه بيقول من نفسه بس أقول له على فكرة هو عنده إمساك أو بيحزق قوي عشان يعمل أو أنا حاس أنه عنده مغس على طول عرفتي منين يا سيد تقولك مثلا إيه؟ لما يبقى نايم على ظهره تلاقي كده بطنه بترتعش كده وبياخد على طول رجلين حيط بطنه فده أنه لا آه ده صح أنت كلامك مظبوط وعرفتي كمان من نوع العياط تقولك إزاي؟ تقول لها نوع العياط بيبقى عالي قوي يبقى نعرف أن الطفل ده متألم من حاجة طبعا ربنا يشفي ويخفف عنه خلاص كده يبقى ده معناه أن النوع اللبن الصناعي اللي هو ماشي على الطفل ده مش ملائم طب إيه الحل؟ بنغير النوع عادي خالص أما ليه لما بنروح الصيدلية ونقول للصيدلة كده إيه؟ هو اللبن الصناعي فين؟ هيقولك أو تفضل كده بص تبصي كده تلاقو أنواع كتيرة قوي قوي عشان ده مش ملائم فناخد النوع التاني دول مش ملائمين ناخد النوع التالت وهكذا وهكذا وفيه نوع تبص تلاقوه خاص بالانتفاخات وفيه نوع خاص باللاكتوسفرية وفيه نوع مش عارف إيه وهكذا ونوع مدعم بالحديد ونوع مش في الحديد عشان كده عدم ملائمة نوع لبن صناعي أمر وارد جدا حاجة مش غلط ولا عيب ولا حرام ولا حتى الدكتور قصد أنه يعمل معاكم غلطة خالص هو بيجرب فجربنا النوع ده خلاص ما فيش مشكلة هنلغي النوع ده وهناخد النوع التاني ما تاخدهاش يعني إيه بديء أو كده من ضمن الأخطاء برضو طعام الأم اللي بتردع بقى طبيعي لو أنت بتاكل حاجات فيها دهون كتير لو بتاكل حاجات فيها توابل كتير ده بينعاكس على لبن الرضاع وده بيؤدي إلى مغس وتقلصات تمام؟ بالنسبة لشرب المياه هو من نهاية الشهر التاني وعلى فكرة كلما انتظمت عملية تقديم المياه للطفل بعد الرضعة من ملي إلى 2 ملي من ملي إلى 2 ملي بعد كل رضعة خلاص ده بيؤدي إلى انتظام الجهاز الهضمي واختفاء حكاية الحزقة دي حكاية بقى أن الطفل بيتخضوا وهو نايم دي الرجفات دي أو الخضة دي اللي هي الرعشة دي دي حاجة طبيعية جدا وده بتحصل على فكرة أكتر طبعا أثناء النوم يعني ما بتحصلش والطفل صاح حاجة طبيعية تمامت لو الطفل عمل كده شايفين إيه دي عملت إزاي؟ عمل كده مرة واحدة وده برضو حاجة بتختفي من تلقاء نفسها ملهاش أي مدلول طبي يعني هي ملهاش هي كل الأمر إنه عدم انتظام لسه أصدق الإنسان أو الجسم البشري شيء معقد جدا يعني شوفوا أجدع اختراع في الكون اتعمل أجدع اختراع في الكون اتعمل الميكانيزم بتاعه ودقته وصعوبته واحد على مليار من الجسم البشر فلسه الطفل اللي مولود ده اللي عنده شهر ده لسه فيه حاجات كتيرة أو بتتزبط العضلات دي بتتحرك نتيجة وجود عناصر معينة زي الكالسيوم وزي البوتاسيوم وزي حاجات سمع النبضات العصبية وزي حاجات كلها فبتتجرب فلما بتتجرب بيحصل الحكاية دي عشان نوصل لحالة التوازن ده فيه حاجات 99% من الحاجات بتتزبط أثناء ما الطفل بيكون جنين وبتولد جاهز به وبيفضل 1% كده بيتزبط لما الطفل ايه يتولد خلاص البكاء برضو أثناء النوم أمر يعني محير شوية ولكن أغلب الظن أنه بيكون سببه الرضاعة طلب الرضاعة هو طبعا الرضاعة بتكون أهم سبب وليست السبب الوحيد